أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى والعمل على دعمها وتعزيز دورها باعتبار تلك المؤسسات شريكاً أساسياً في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة جاء ذلك خلال لقاء مع المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي لمتابعة أنشطة وتوسعات المجموعة حيث أشاد رئيس الوزراء بمجموعة العربي باعتبارها أحد أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية تناول اللقاء عدداً من التحديات والمعوقات التي عكستها تداعيات الأزمات العالمية الحالية على مجموعة الشركات ومصانع العربي حيث وجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بالعمل على سرعة التعامل مع هذه التحديات والمعوقات وحلها